اشتركوا في القناة رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الصائمون الكرام أيها الصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم على موعد ولقاء يتجدد معكم في هذا البرنامج المبارك الذي عنوانه فرحة عند فطره هذا البرنامج الذي يزرع في النفوس الراحة والبهجة والسرور والطبأنين نعم وما أحوجنا إلى أن نتفائل ونحن خاصة في بداية هذا الشهر الفضيل شهر كريم من قبل الله سبحانه وتعالى فنقول أهلا برمضان أهلا بهذا الشهر الكريم شهر اختصه الله سبحانه وتعالى بفضائل عظيمة ومكارم جليلة نعم فإنه كنز المتقين ومطية السالكين إلى جنات النعيم نعم هذا هو رمضان فتح الأبواب أمامكم أيها الصائمون فأقبلوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الشهر الكريم نعم الحق تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر كريم من رب كريم ما معنى الشهر؟ الشهر في اللغة هو من الشهرة نعم ومن الشهرة ولذلك حقيقة أن رمضان كان سابقا كان يؤصمون رمضان ولكن حينما جاء الإسلام وبينا أن للرمضان فضائل كثيرة نعم الله سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويا له من عظمة كبيرة فيه نزل القرآن الكريم فيه تنزل البركات وفيه تنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات ولذلك حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول أتاكم شهر رمضان أتاكم شهر كريم فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم وتصفد الشياطين نعم هكذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يبشرنا بقدوم هذا الشهر الفضيل نعم أبواب الجنة كلها تكون مفتوحة أبواب جهنم أبواب الجنة مفتوحة وأبواب جهنم مغلقة نعم لماذا مغلقة لأن هذا شهر كريم اختصه الله سبحانه وتعالى لعباده لعباده حتى يكون أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى نعم وذلك قال لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم نعم في هذا الشهر الكريم فيه ليلة الله أكبر هذا عطاء الله هذا كرم الله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الله أكبر ولذلك الإمام النووي ويقول لنا ويبين هذا الحديث أتاكم شهر فضيل دعم ما هو يقول نأخذه على ظاهره ما هو الظاهر نقول يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يقول نأخذ هذا الحديث على ظاهره ما معنى على ظاهره أي إن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر الكريم بأنه تفتح فيه أبواب أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم لماذا؟ قال لعظمة هذا الشهر لعظمة هذا الشهر ولكريم فضله وعطائه للناس جميعا وخاصة للمؤمنين نعم ونقول هذا ليس فيه حرج وقال الإمام كذلك الإمام النووي قال يحتمل أن يكون مجازا ما معنى مجازا؟ يعني إشارة إلى أن هذا إلى أن هذا الشهر المبارك الذي هو شهر خصصه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين نعم فقد يقل فيه إغواء الشياطين والتشويش للناس لأناس دون أناس ولأشخاص دون أشخاص نعم فقد يكون فيه تقليل ولذلك عبر عنه بالمجاز ومنهم من قال الإمام حقيقة ابن عياض الذي قال نعم أن هذا الحديث النبوي الشريف نأخذه على أن رمضان شهر فيه الكثير من العبادات وفيه من الأمور الطيبة من مساعدة الآخرين من عطاء فهو عطاء الله للمسلمين والمؤمنين وكذلك عطاء المؤمنين فيما بينهم التراحم فيما بينهم نعم ولذلك يحتمل أن يكون كذلك ولذلك قال في رمضان حقيقة دائما ندعو الناس إلى التسامح لأن هذا الشهر شهر فضيل جعل الله سبحانه وتعالى فيه الرحمة وفيه الألفة وفيه المحبة وفيه التسامح ليس فقط وإنما عندنا فقط وإنما في أنحاء العالم جميعا سبحان الله إكراما لهذا الشهر الفضيل نعم هذا شهر فأقول الحمد لله إذن الحمد لله الذي بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان نعم ولذلك كان حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان إذا استقبل رمضان وإذا رأى الهلال ماذا كان يقول يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم أهله علينا بالخير والإيمان أو بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام ربك وربنا الله هلال رشد وخير نعم هكذا كان استقباله صلى الله عليه وسلم فما أشبه ما أشبه الأمس باليوم وما أسرع الأيام الأيام تمر سريعا الأيام تمر بسرعة فكل يوم يمر عليك في هذه الدنيا هو قرب لقدمك من باب القبر الله أكبر فعلينا جميعا نقول في العام الماضي الله قلوبنا تعتصر ألما لوداعه نقول لكم ها هو اليوم رمضان أقبل فشمروا فشمروا واتركوا الكسل وارفعوا الهمم عالية في شهر هذا في شهر رمضان المبارك تزود من التقوى فإنك راحل وسارع إلى الخيرات في من يسارع فما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع ولذلك حقيقة أحوال السلف الصالح أحوال السلف الصالح هناك من العطية قال أن رجل من علماء دمشق وهو كان كبير السن وكان في غزوة في أرض الروم وكان صائما لله قائما لله سبحانه وتعالى فذهب إليه ووجده عنده يعني فيه ماء يبرد فيه قال ما هذا الماء قال إنه هذا الماء خصصته لأستبرد فيه لأنني صائم قال الله أكبر أنت في السفر وفي معركة وتصوم قال نعم قال لأن الخيلة لا تجري وهن يش وهن بدن وإنما تجري وهن ضمر نفيسة بنت الإمام الحسن رضي الله عنها وعن أبيها كانت صائمة دائمة الصيام اسمعوا يا إخوة اسمعوا إلى هذه المواقف التي تشجع الناس لحب الخير كانت دائمة الصيام ولذلك حينما حتى في سكرات الموت ألزموها قال ترفقي ترفقي يا نفيسة قالت لهم أعجب وعجباه كيف أترفق وأمامي عقب كبيرة لا يشتازها إلا الفائزون الله أكبر كانت دائمة الصيام حتى في سكرات الموت كانت صائمة فتأفاجأها إليها الناس وقالوا لها يا نفيسة افطري فقالت عجبا عليكم إنني أنتظر هذا اليوم منذ ثلاثين سنة على أن أموت وأنا أيش وأنا صائمة لله على أن ألقى الله رب العالمين وأنا صائمة لله سبحانه وأنا صائمة لله سبحانه وتعالى نعم قال ففاضت روحها لله وهي صائمة لله سبحانه وتعالى فلله در هؤلاء الأقوام وهؤلاء الأناس الذين تربوا على محبة رمضان فهنيئا لنا جميعا فيا شهر الخير سجل أعمالنا عند الله بالطاعة والغفران فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا بين يدي الله إنه سميع عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة